استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر وخلال اللقاء تم تباحثه حول سبل تعزيز أوجه تعاون المشترك في إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين وأكد وزير الداخلية حرص الدولة المصرية ووزارة الداخلية الدائم على إفادة كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين في ضوء تحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية